تفاعلات الالضهايد والكيتون او تفاعلات اسمها Addition Elimination يعني ايه بقى Addition Elimination او Condensation قال لك تفاعلات نزع واضافة وغالبا نزع مية يعني لو احنا ركزنا مثلا اول مركب ده اسمه الاسيتون اهو اللي هو سيدة بالبندق تمام وطلع منه CH3 وCH3 هو ده بصوا كده قال لك هيحصل ان الO والH2 هيخرجوا يعملوا لي مية هيخرجوا يعملوا لي ايه H2O وده يلزقف ده فبدل ما بقى كانت CH3 اللي مش باينة دي CH3 C ضاب البندقو لزقت على طول ضاب البندقن NH2 وطلع لمركب اسمه اسيتون هيدرازو نفس التفاول بالضبط في القل ضهاي ده مثلا الاسيتال ضهاي قال لك نفس الحوار الO مع الH2 هيلزقه ويطلع لي اسيتال ضهاي نفس الحوار يبقى باختصار شديد لو عندك O وH2 جنبيها N فوق والزق على طول مركب ده اسمه هيدرازين NH2 NH2 بيطلع لي اسيتون هيدرازون مركب ده اسمه هيدروغسايل امين بيطلع لي اسيتال ضهاي مركب ده اسمه هيدرازين وبيطلع اسيتايل في نايل هيدرازين نكمل التفاعل اللي هره فاكرين الاوكزيم ده ضمن المركبات اللي في الصفحة اللي فاتت قال لك الاوكزيم ده نقدر نكمل عليه كمان تفاعل لو حاطته في اسيدك ميديم ليه؟ قال لك والله لو حاطته في اسيد ميديم الH دي بتروح على الOH دي وبتخليها OH2 وبعد كده الOH2 دي دي بتتكسر بالكامل بعد ما بتتكسر بالكامل وبتخسر انت المية بيكون عندك مركب غريب جدا 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 C C-H3 N C-H3 ايه اللي حصد؟ قال لك بعد ما تكسرت بالكامل الC-H3 دي اتحركته مسجت في الN فبقت الC عندها C-H3 والN عندها C-H3 وبيحصل ريزولانس او المركب اللي بيخرج ده ليه شكلين ان البوزتف دي ممكن تتحرك هنا على الN يعني تمام؟ وفي المقابل اللي بيحصل الرابطة دي بتبقى سلاسية الرابطة دي بتبقى سلاسية فادي الC-H3 الC ودت البوزتف على الN-C-H3 وبدل الدابل اللي كانت هنا بقت ايه؟ بقت تريبل المنظر التريبل ده ممكن يتفاعل لو لسه فيه في الوسط مية الH-O هتروح تمسك في الC ونكسر التريبل نخليها ضابل فبقى عندك O-H2 بعديها نشيل H تتحول ل-OH بعديها قالك نشيل H ونضيف H نشيل H اللي هي دي ونروح نضيفها عند الN التفاعل ده اسمه التفاعل ده اسمه ايه؟ باكمان ري اكشن بيحصل التفاعل ده في وجود السالفيوريك اسيد اللي هي الH الاسيد دي نوعه اسمه سالفيوريك اسيد بيبدأ التفاعل بحاجة اسمها اجزيم اول خطوة هنا حطينا على فعملنا ماء تاني خطوة هنا شلنا الماء وغيرنا مكان تالت خطوة عملنا حركنا الموجب رابع خطوة هجمنا بماء اللي هي سادس خطوة شلنا وعملنا سي سبع خطوة زبطنا شكل ايه؟ المركب باكمان من اكتر الحاجات اللي بتيه في الكمبيت اللي بعضي نفس المركب تاني ونفس السلايد تاني معايدة فمش عايز كويس اللي بعضي قال لك تفاعلات الـ اللي انا لسه شريحها دي زي ما قلت لكم ان الاسد بيبقى سلفوريك اللي هو الـ اللي بتحصل في باكمان باختصار شديد انها بدل ما كانت سيدة بالبوند اون سيدة بالبوند ان بقيت سيدة بالبوند ايه؟ او كل التفاعلات بقى خلاص كده تقريت بدل سي لو قال لك كومبيليت على خط هو واحدة تقوله سهلة يا باشا سهلة ومش مستهلة بدل سيدة بالبوند او بدل سيدة بالبوند ان تبقى سيدة بالبوند او بس نخلي بالنا ان دائما وابدا ما تنساش تنقل الالكايل الناحية التانية ما تنساش تنقل الالكايل ايه؟ اللحلة التانية لازم ننقل الالكايل الناحية التانية يعني لما يجي لك كومبيليت بدلا ما تقعد تعمل الفيلم ده كله تخلي سيدة بالبوند ان دي سيدة بالبوند او وتودي واحدة من القيلات الناحية التانية من الان مش هتفرق اللي فوق او اللي تحت فكلاهما واحد ده اسمه او اعادة ترتيب من باكمان اللي بعديها وبكده تبقى كل التفاعلات بتاعة الادشن خلصت وكل التفاعلات اللي كانت في المحاضرة اللي قابليها خلصت التفاعلات الجاية دي بتحصل مع حاجة اسمها اسيدك الفا هايدروجين او الادشات اللي جنب السيدابل بوندق هتقول لي مش فا هقول لك بص التفاعل ده ما بيحصلش اللي عشان الادش دي ايه وضعها الادش دي قال لك دي السيدابل بوندق الكربونا دي اسمها الفا اللي هي اول كربونا موجودة بعد السيدابل بوندق فالادشات بتاعة الكربونا الفا اسمها الفا هايدروجين وفجئنا ان الالفا هايدروجين دي ليها تفاعلات كتير تمام ليها تفاعلات ايه كتير بتقدر تتفاعل مع حاجات اول ما بتخرج بتسيب مكانها اللي ممكن تنزل وتعمل الدابل بوند والاو يعني بيبقى هنا فوق هي دي الالفا هايدروجين ومهمة جدا وهناخد عليها نص ساعة شرحة تقريبا قال لك احد ابسط تفاعلاتها اوه ده نفس المركب ده قال لك زود عليه تلاتة بي ار تو وتلاتة ان اي او اتش تمام اللي هيحصل كالتالي هتتفاجئ السي اتش سري دي اتحولت باقت بي ار سري ونفس باقيت المركب يعني كل اللي حصل شلت السي اتش سري وحطيت ايه بي ار سري التفاعل ده اسمه هالوفورم التفاعل ده اسمه ايه هالوفورم او الهالوجينيشن التفاعل ده اسمه ايه قال لك يا هالوفورم يا هالوجينيشن او الفا هالوجينيشن ان السي اتش سري اتش سري اتغيرت وباقت بي ار سري طيب عايزين نعمله بالتفصيل شوية قال لك سهلة اول خطوة ان انت عندك سي ده بالبندق او ومن الناحية دي سي اتش سري ومن الناحية التانية اتش اول حاجة هتيجي ال او اتش هتشد اتش من هنا يبقى هتيجي ال او اتش هتعمل ايه هتشد اتش من هنا بقيت سي اتش تو بتعمل ريزونانس مرة النيجاتف تبقى هنا ومرة النيجاتف تبقى على او وبعد كده يمسك بي ار بي ار ركس البي ار مسكت هنا مركب ده اسمه الفة برومو اسيتل ضهايت وده مركب اسدك وده مركب ايه لو حطيت او اتش في بي ار بدل بي ار واحدة هتبقى تلاتة بي ار هتبقى ايه تلاتة بي ار ركز فيطلع المركب بتاعك تلاتة بي ار وده شرح الخطوات اللي فاتت بعديها المركب ده ليه بقى اكتر بالشكل يتقطع لتلات حتة اده الحتة الاورنية اده الحتة التانية اده الحتة التالتة حل المركب ده اسمه ايه برومو فور يبقى ممكن يقول لك برو مو فورم او هلو جنيشن برو مو فورم او ايه او هلو جنيشن تقول له ايه الاول عمال حتها ايه حتقول له بعد اما الفة طبق نيجocket فوق يا نيج войتح تحت تقول له بعدها نركب البي ار البي ار هتتركب على ويبقى الفا برومو اسيطال دهايد بعضيها او اتش في بي ار تو هيبقى عنده تلاتة بي ار وفي الاخر بيطلع عندنا مين البرومو فورم قالك ده اول تفاعل فيه الكوندنسيشن واسمه ايه هالو فورم او هالو جينيشن او البي ار نكمل قالك فيه تفاعل تاني اسمه اسمه ايه ان لو عندك اتنين من المركب ده يحصل لهم ويتحول لمركبين يلزقوا في بعض يعني ده اتنين من اللي هو مين اسيتون بص الناتج ده كم كربونة تلات كربونوت يا سبحان الله هيطلع لك ناتج كم كربونة ست كربونوت بس ركز كربونة رقم اتنين مرة تبقى الكحل ومرة تبقى كيتون ولو عديته هتلاقيه ستة واحد اتنين تلاقيه اربعة خمسة والسيقة الشسري اللي تحت دي كام ستة لازم يبقى عندك على الاقل تفاعل ده ما بيحصلش من غير الهايدروجينات دي اللي هي اللي اسمها ايه الفا هايدروجين يبقى ايه السلف جوندنسيشن يلا نعيده تاني بسرعة اللي بيحصل فيه ان انت عندك دلوقتي اتنين من المركب ده اللي حصل وعندك او اتش على السهم او يقول لك بيس تعمل ايه المركب ده هيتعاد مرتين ولكن مرة هيبقى كحول عنده او اتش ومرة هيبقى كيتون عنده سيدة بالبوندو بس بتجي نقول الميكانيس ادي سي اتش سري سيدة بالبوندو او اتش او المادة بتاعتي الاو اتش هيهجم هيحول دي لسي اتش تو وزي ما انت عارف المركب ده فيه اللي زونانس بعدها بص بقى هناخد المركب اللي طالع عندي اللي فيه اللي زونانس اللي هو السي اتش تو ده ونحط الجزء التاني ده الجزء التاني قالك فالسي اتش تو دي عندها نيجاتف هتهجم النيجاتف على السيدة بالبوندو او تكسرها ادي السي اتش تو راح تنجد مسكت في مين وحولت دي ل او اتش فبقى شكل المركب دلوقتي سي اتش سري وبعد اما هجبنا هنا بقى ادي بدل ما كان سيدة بالبوندو او بقى سي او اتش وبقى ادي سي اتش تو سيدة فالمركب ده اسمه قل دول قالك اتش تو اسو افور هيشيل او اتش من هنا ويشيل من هنا اتش ويعمل بيوتينال او يعمل مركب مشهور جدا 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 اسمه البيوتينال ده كم كربون? اربع كربونات بدايته كربنتين واضضعفه تمام وهكذا قالك كده تفاعل قلدول ده استخدمناه بيطلع لونجتين اي حاجة عايزين نكسفها او اي بوليمرات بنستخدم قلدول ومش عايز الكلام اللي بشاور عليه بس فمسلا لو عندك سي اتش سري سي اتش او لازم يقول لك بيز عشان يقول لك ان فيه واتش ويقول لك شير مية تخلي كما واحد بدل ما هو اتنين تخليه اربعة طب ولو قال لك اتش تو طبعا انت عارف كده كده ان الاتش تو ده بيكسر اي ضب البوند فدي هيحوره لمركب عادي جدا وكمان نفس الاتش تو هيكسر السي ضب البوند او ويحولها لسي او اتش زي ما انت شايف السي اتش او بايت سي اتش تو او اتش والضب البوند سي بايت اتش هات عادية وهيكسر تمام بس كده خد بالك بقى ان العامل المختزل ده او الاتش تو ان او ده كان عامل مختزل قوي للاسف ممكن يجي عامل مختزل ضعيف بعد ما يتكون عندك المركب الاولان يقولك ان اي بي اتش فور ده ضعيف ما بيشتغلش الا على انه يحول السي اتش او لسي اتش تو او اتش وبيسيب بقية المركب اللي باقي زي ما هو ما بيغيرش فيه اي 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 حاجة اللي بعدي او قل لك والله لو التفاعل عندك ما عندوش الفا هايدروجين ادي السيدة بالبندق اهي ادي الكربونة اللي جنبها هل عندها اي هايدروجينات فقال لك لا الفا هايدروجين ساعتها مش هيعمل كل تفاعلات الكوندنسيشن اللي احنا خدناها دي امال ايه اللي هيحصل اهو جبناله قل ده هايد تاني يلا بقى اهجم والجو اللي احنا بنعمله قال لك لا ما ينفعش لانه ما فيش الفا هايدروجين امال ايه اللي هيجرى قال لك كل اللي هيحصل كالتالي المركب الاولاني ده هيفضل زي ما هو النص الاولاني ده نيجي بقى من اول هنا ايه اللي هيحصل هيحصل هجوم عادي جد على السي دي فتتحول الى او اتش ونربط وبس يبقى سي اتش سي اتش سري سي اتش او للأسف ما بيحصلش تحولات تانية في المركب ده ليه عشان ما فيش الفا هايدروجين طب هنا لو عندك اتنين من ده وقال لك اتنين ان يوقيتش ده التفاعل الوحيد اللي اسمه كان يزاره وما بيتعملش اللي على المركب ده اللي اسمه فورمالداهايد اسمه ايه فورمالداهايد قال لك اللي ما عندوهش هايدروجين ما بيقدرش يعمل قال دول بس يقدر يعمل حاجة اسمها ايه كان يزاره كان يزاره ده بيختصار شديد لما بيشوف الاني او اتش وفي منه اتنين بيطلع لك مركبين مختلفين واحد والتاني يطلع كم ناتج ناتجين بص كده على المركب ده اهو ما فيش الفا هايدروجين وفيه الاني او اتش فهيكسر يطلع لك النص الاولاني ده اهو او يطلع لك ناتج الكحول يحول ده لالكحول مرة ويطلع لك ناتج تاني الضهايت وده اسمه ايه كان يزاره نخلي بالنا من الكمس ليضايا اللي فاتوا دول وبيجوا بالنص عموما من غير لعب بحال بس نخلي بالنا منهم جدا 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 لانهم مهمين اخر حاجة ليسيام الامونهم هيدراي الدعام المختزل ضعيف بيحول السي ده بالبند او لأو اتش اما الاتش اتو في الان او يدعام المختزل قوي هيحول السي ده بالبند او ويكسر الده بالبند اللي في الحرقة ده المركب الاصل هو عنده دي ودي فلو حطت له ليلة ده عامل ضعيف هيطلع او اتش اما لو حطت له الاتش او في الان او اي بيكسر دي كمان بيكسر مين دي كمان ماشي لو سي ده بالبند او حولتها بالزنك في الاتش جي اتش سي ال حفظ زنك في اتش جي بيكسر خالص السي ده بالبند او يحولها والتفاعل ده اسمه اما لو فاحنا اتش 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 طبعا التفاعلات اللي فاتت دي كلها تي تمام وبييجي منها ميكانزمات في الاورال وبييجي كمان ساعات في النظري تمام مهمة جدا 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 اخر جزئية دي عشان بس عشان بتيجي بالنص تمام كتير منها فبيجيبوها بالنص زي ما هي وانا اهتم انتا انا اقولها لكم من الايه بنفس الشكل اللي هم اعيلينوا فيه ومن السورس ناقص تركاية واحدة بس هقولها لكم الايود وفورم دفاعل ده كان اسمه برومو فورم ممكن يجي زي ما هو بالزبط بس بدل بي ار بي ار يحط لك اي اي وبدل ما دي تبقى بي ار تبقى اي وبدل ما تلاتة بي ار يبقى تلاتة اي وساعتها بدل ما هو برومو فورم يبقى ايود وفورم بس كده بالتوفيق وبكده يبقى خلصنا كمان تفاعلات بتاعة الالدهايد والكيتون واهم حاجات في المد اشتركوا في القناة